الحضري الحقيقة بتمنى له التوفيق تجربة مهمة جدا بالنسبة له وكبيرة لم يكرم حارس في مصر قدر تكريم عصام الحضر لانه عصام لسه معتزل ماكملش رسميا ماكملش سنة وانه بعد اقل من سنة من اعتزاله انه يبقى مدرب لمنتخب مصر ده تكريم ما بعده تكريم ليه عصام كحارس مرمى اسم عظيم وانا دايما بقول هو ارقاما هو الاعظم في تاريخ مصر الارقام لا تجذب دي الارقام بطولات افريقية عدد مباريات دولية يعني كؤوس وبطولات محلية وكل حاجة حدث ولا حرج يعني لكن النصيحة اللي انصحها ليه كابتن عصام انه انت اتنقلت نقلة تانية انت بقيت مدرب حراس مرمى منتخب مصر ده منصب بيحلم بيه كل مدربي مصر في حراسة المرمى وهناك من هو يعني له خبرة وله تاريخ لكن تاريخك كحارس مرمى شاف عليك ان تكون متوجدا في هذا المكان حدينه نصيحة تانية يا ربي ياخدها بالشكل الطيب ومش هوضح يعني بس ايه هقولها كده بشكل حلو يعني ارجو انه كابتن عصام الحضري يبقى مدرب حراس المنتخب يفكر بفكر المدرب مش بفكر الحارس لانه احيانا في البعض حتى لما بيعتزل بيبقى مازال جواب قصة ان انا لعيب وقصة انه كاتل منافسة لا لا فيه بابه تقفل وانا واسق ان عصام بيفكر كده فيه بابه تقفل ما شاء الله عصام موليدة ظن 72 يعني داخل على الخمسين ما شاء الله قعد عمر كبير يعني اكدولي بس او 72 او 73 يعني 48 سنة تقريبا يعني فما شاء الله اللي حصل مع عصام ده شئ فيه تقدير واحترام كبير جدا لاسمه وانا شخصان كنت اتوقع انه يبدأ مسلا بمنتخب نشئين او حاجة اه لكن خلاص الناس حطوا ثقاته فيه وهو عنده اسم كبير وعنده تاريخ كبير جدا 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 هو الان مدرب حراس مرمى منتخب مصر لرب تكون الرسالة واصلة لكابتن عصام حدا روح